تكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية تكشف عن هشاشة تلك التسويات التي انطلقت بإشراف روسي منذ عام 2018 إلا أن انتشار السلاح وتحول الميليشيات المحلية التابعة للجيش السوري إلى ممارسة نشاطات غير مشروعة مثل التهريب والخطف أججان نزاعات المحلية والعشائرية وهددا بتقويد تلك التسويات ورغم مضي نحو خمس سنوات على انطلاق التسوية الشاملة في درعة جنوبية سوريا لم تتوقف الاغتيالات والتفجيرات والخطف وأحداث العنف بالتوازي مع ذلك عاد التوتر إلى ريف حمص عند الحدود مع لبنان في مناطق سيطرة حزب الله وفي دير الزور شهد التوتر تصعيدا خطيرا بين العشائر المدعومة من دمشق وقوات سوريا الديمقراطية الشهر الجاري ما هدد بتغيير خريطة مناطق سيطرة دمشق في المناطق الشرقية قبل أن تتدخل روسيا لفرض وقف القتال بهدف الحفاظ على تثبيت الوضع العسكري ويربط متابعون ازدياد التوتر في مناطق التسويات التي أشرفت عليها موسكو بتقليص الأخيرة نفوذها في سوريا بعيدا عن مناطق تواجد قواعدها العسكرية بعد انخراطها في الحرب الأوكرانية كذلك توتر علاقة روسيا مع إسرائيل على خلفية موقفها الداعم لكييذ والذي استغلته إيران لتعود وتنشر ميليشياتها في جنوبي سوريا اشتركوا في القناة